السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا خالتي لعزائز وغزالة ديالي وكل المتتبعات الوفيات اللي كي شاهدوا قناتها جارب غضب بغلال سواء داخل المغرب أو لخارج المغرب مرحبا بالأخوات اللي نضموا جداد للعائلة ديالنا كانت من إن شاء الله لفيديو ديال اليوم يلقاكم في أحسن أحوال كانت من القناة لإعجابكم وتستفضوا من خلال الدروس المقدمة إن شاء الله حبيبتي الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم من خلاله موديل ديال جلبة بالرندة وكذلك العقدة الفرنسية كما كتشوفوا رندة في الكميمات مع تدريس صغير كذلك نص طوق ديال الرندة بالعقيدة صراحة هاد الموديل اللي يلقا استحسانه إعجاب الكثير والعديد من الأخوات مواقع التوصل الاجتماعي فالأغلب يجبهم الموديل بالبساطة دياله والشكل الرائع والآنق اليوم إن شاء الله تحت الفرصة أني نشارك معكم طريقة ديال الخدمة بالتفصيل أول حاجة غمضة معكم بها هي الطريقة اللي خدمت بها أو لا اللي تراسيت بها الرشبة ديالي الى التوب فأنا هنا اعتمدت على القلم اللي كيتمسح بدرجة الحرارة ماشي استيلو العادي أو لقلم الحبر العادي وإنما هاد استيلويات خاصة بالقماش وبالتوب يعني كيتمسحه بسهولة مسألة اللي كنأكد لكم عليها دائما معمركم التراسي والتوب ديالكم بالستيلو ديال الحبر العادي لأنه غايصعب عليكم أنكم تحيده وغادي تلقاوه مشكلة من بعد على اكس هاد الاقلام فهو مسارحة عمليا كيسهلوا لنا بزاف الخدمة خصوصا فاش كيكونوا عندنا بعض الاتواب اللي الرشمات ديالهم كيتمسحوا أو لا بحال هاد الحالة يعني اللي انا تراسيت فيها الرشمة مباشرة على التوب فممكن انكم تعتمدوا له غايعونكم بزاف كيما كتشوفوا انا هنا راني كتبت الاسم ديال القناة على التوب كنا اعتدر من السيدة مولا تجلبة لكن ما تخافيش غادي يتمسح بكل سهولة كيما غتشوفوا غاني ناخد المصلوح او للحدادة او كندووزها على الكتابة اللي درت يعني حتى في حالتي اذا طاشر لكم التوب بالمداد او لشي خط دازلكم فتوب ما ارضيتوش البال خدوا غير المصلوح ديالكم دووزوا على ذاك البلاسة وكيتمسح بسهولة هي نفسها الطريقة اللي اعتمت عليها باش تراسيت الرشمة ديالي فانا ما دلش الرشمة على الورق وانما خدمتها مباشرة للتوب دراسيت مستا طيلرس للارض ديالهم واحد سنتيمة غادي ندوزوا ان شاء الله الخدمة غادي نحتاجوا الابرة ديال طرز رباطي اه الحرير ديالنا او للصابرة اللي كان برموه على ثلاثة ديال الشعرات مضابلين كيكون انا في المجموع لستة تيل الشعرات ما كان برموش بزاف كان برمو برموة خفيفة لاننا اللي كان نكون وكان خدمو العقدة الفرنسية هو تلقائيا كيتبر اذا ندخلنا الابرة ديالنا في التوب غادي ناخد الخيط ونظوروا على الابرة ثلاثة المرات ثلاثة دلويات على الابرة وكان نرجع في التوب مرة اخرى اذا طريقة راه سهلة ما صعباش والعقدة الفرنسية ماشي شي حاجة اللي هي جديدة عليكم اخوات اول اول مرة غادي نخدموها مع بعض فخدمتها معكم مرات عديدة وكثيرة كي يبقى فقط الاختلاف الشكل ديال الرشمة اللي كان طبقوه لها اذا كان ولي نرجع الابرة ديالي في التوب دائما بالقرب من العقدة اللي خدمت المرة اللولى باش ما نخليش فراغات ما بين الخدمة ثلاثة دلويات الى الابرة ونرجع في التوب كان نعتمد عفوان اخوات هنا على الخط ديال الرشمة انا هنا غادي نخدم بشكل طولي يعني غادي مقامت على الخط ديال الرشمة حتى لنهاية ونرجع كنخدم الصف التالي دي مسألة مهمة اخوات في الخدمة ديال العقدة الفرنسية باش تحصلوا على نتيجة اللي هي مرضية عقدة فرنسية اللي كان تكون عندكم مسدفى يعني اه المنظر ديالها جميل ما كانش اشوائية في الخدمة حاولهم اللي تكونو evitar كتخدموها تبعو الخط ديالكم يعني متلا اذا خدمتو كما انا هنا اه بشكل طولي تبعت الخط ديال الرشمة اه كملو حتى النهاية ورجعوك اتعمرو ماشي مرة نخدمو بالطول مرة نخدمو بالعرض مرة نعمرو الوسط ديال الرشمة ديالنا بشكل اشوائي خصوصا فاش كي يكونوا عندنا اشكال هندسية فلازم انا نخدموا بهذا الطريقة باش نحصلوا لنتيجة اللي هي متناسقة وجميلة اذا دائما ضربات ديالكم يكونوا قرب مع ديالتهم ما تخليوش فارغ ما بين العقدة والعقدة وتبعو الخطة ديالكم حتى للنهاية بالنسبة للاخوات اللي غيصروني الى القياس ديال المستطيلة اللي استعملت في هذا الرشمة فطول ديالهم انا هنا درت جو ديال سنتيمتر ونص على واحد سنتيمتر انتوما ممكن تديروا القياس اللي بغيت عفوان هنا الحرير ديالنا تخبل غدي نحاول انني نتلقوا غير بشوية نتعاملوا مع غير بالخاطر باش ما تدعناش الخدمة كاملة اذا بهذا الطريقة وغادي نثبت العقدة اللي خدمت كيما قلت لكم بالنسبة للقياس ديال المستطيلات انا نستعمل جوش سنتيمتر ونص على واحد سنتيمتر وانتوما كيبقى لكم الخطيال ممكن تديروا نص القياس ممكن تديروا ثلاثة سنتيمتر ونص على واحد سنتيمتر ونص حتى هي غدي تجيكم زوينة غير كيبقى علي حساب طول ديال نصف طوق ديال الراندا ايش حال فيه؟ يعني الطق دينا ديال الرنضا عادة كيكون ما بين خمسة وثلاثين سنتيمتر حتى الخمسة واربعين سنتيمتر على حساب الطول ديال السيدة واش طويلة او لا قصيرة. كل ما كانت السيدة طويلة كل ما لازم ان الطق ديال الرنضا يكون شوية طويل. غير ما كان فوتوش خمسة واربعين سنتيمتر باش كي يجينا هو هداك في القياس. كما قلت لكم انا بالنسبة لهاد جلبة فكان شوية قصيرة. داك شاعله جدرت غير جوج ديال سنتيمتر ونصف باش نحصل في المجموع لتناش المستطيل في كل جهة. نتوم ايلا كانت ستذابونا طويلة وطول ديال نصف طوق ديالكم كبير. ستعملوا ثلاثة سنتيمتر على واحد سنتيمتر. كنتمنى ان هاد المسألة تكون واضحة وكان اعتدر اني ما اشاركش معكم بالضبط. اه الطريقة ديال الطرساج للتوب لانه صراحة كنت شويش مزروبة في الخدمة ديال هاد جلبة. كان خاصة نطرزها في اقل مدة ممكنة لانه سيدة مولاتها ماشي في المغرب. اه هي اه مغربية مقيمة بالديار الكندية. كانت غادي تسافر ولازم انها تدي جلبة ديالها معها فكنت اه مزروبة بزاف. استغلت غير الفرصة اني نوريكم الطريقة ديال الخدمة لان نلقيت هاد الموديل اه في مواقع في مواقع التواصل الاجتماعي افوان عليه طلب كتير ولقاء استحسان كبير من طرف الاخوات اللي كيبغيوا الجلبات تقليد ديال مغربية. فدكشي لاش قررت نشارك معكم الخدمة ديال. وبالنسبة للرندا اللي كتشوفوا النفع الجلبة فهي الخدمة ديال الام ديالي اللي يخلي لها صحيحتها اللي يطول لها عمرها ويحفظ لها ربيض وعويناتها هي اللي خدماتها اللي سواء اه رندا ديال نصطوق الملاقية تدريس الخدمة كاملة هي من العمل ديال الام ديالي. اه خدمات نصطوق للاشارة على الدفيرة وهدي مسألة اللي يسولوني لها بزاف الاخوات في تيك توك لاني شارك سمعهم الخدمة ديالها في تيك توك بتفصيل يعني من خلال اللايبات او للبات المباشر. فسولوني كيفاش كنخدمو الرندا على الدفيرة. عادة فاش كنكونوا غادي نخدمو الرندا مفروقة من الوسط اللي غادي يطلقها بالاعقاد. ما اللي احسن انكم تديروها على الدفيرة. باش هكا اه المعلم الخياط من اللي كي يبغي يركب العقادة دياله كيركبهم وهو مرتاح يعني ما كيخافش انه يقطع ليكم الغرز ديال الرندا. خصوصا الى كانت رندا بحال هادي اللي هي رقيقة بالزهاف مخدمة على جوج ديال الشعرات فقط. ماشي رندا اللي غليضة. فالحرير ما غاستحملش هديك الجرات ديال طراصان الجرات ديال آآ اللي يخدم بها الخياط فمن الاحسن انكم تخدموا على الدفيرة. هكا كتجي الخدمة ديالكم متقونة اكتر. هنا اخوات انا صرعت الفيديو كان اعتدر منكم لانا الخدمة ديال العقدة الفرنسية كتطلب وقت طويل باش ما يكونش الفيديو ديالنا طويل وناخد من وقتكم بزاف غادي نصرع على فيديو والطريقة رهكا تبقى هي نفسها يعني دائما الطريقة ديال الخدمة للعقدة الفرنسية ما كتغيرش نهائيا غير بغيت نوريكم آآ كيفاش من اللي كملت صف اللول ديالي ديال العقدة ارجعت كان خدم صف الثاني يعني المسألة اللي شرت لها من قبل ان انا كان اعتمده على نفس الاتجاه في الخدمة. بالنسبة اخوات الارض ديال مستاطي اللي درت فيه انا واحد سنتيمتر ونصف فخدمت فيه بالضبط ستا ديال الصفوف ديال العقدة الفرنسية. آآ هاد القياس صراحة جاتني الخدمة مزيانة ما بقاش عندي نهائيا فراغات في التوب. وغادي تشوفوا النتيجة النهائية اللي غنكمل في الخدمة. كيفاش العقدة الفرنسية ديالنا مستفى على نفس القياس في المستطيلات كاملة. اذا. غنستمر بهات الطريقة. حتى غادي نكمل التعمار ديال المستطيل ديالي كامل. غايبقاوا لي بعض المستطيلات اللي هما خوين في الواسط اللي من بعد غادي ندير فيهم حجارات. ممكن انكم تديروا حجارات. ممكن تديروا آآ زوم الرض انتوما والرغبة ديالكم. وهنا اخوات كي ما كنشوفو راني حانية كنخدم آآ مركزة في الخدمة ديالي شاركت معكم هاد المقطع فقط بالنسبة لاخوات اللي كيسولوني هاجار كيفاش كتشدي المرمى الوقت اللي كتكوني كتخدمي خصوصا في العقدة الفرنسية كنحتاجوا اننا نستعملو يدينا بجوج. فاغا شاركت معكم هاد المقطع باش شوفوا الحركة ديال يدي كيفاش. الحركة ديال يد اليسرى اللي كتكون شدة المرمى كان اعتمد على الابها مسببة الوقت اللي كان بغي اللوي الحرير ديالي على الابرة. ثلاثة ديال الاصابع الاخرار ها كتكون شدة المرمى من الجنب وكان نزيرها لعندي باش كان عاون راسي في الخدمة. دعوتكم معايا اخوات بالتوفيق آآ الله يسر الامور للجميع ليه والجميع المسلمين يا رب واي اخت خدمة في الحلال الله يعاونها الله يوفقها لطريق الخير ويوفقها ربي لي كل ما يحبه ويرضاه. وتحية كبيرة وارفعوا قبعة الاحترام والتقدير لكل الاخوات الصناعيات الحرفيات اللي كيمتهنوا هاد المهنة هادي فكن نقول لهم تحية كبيرة لكم انتم فخر لكل مرأة مغربية لان راح ماشي سهل باش نخدمو آآ صنعه غادي تشوفو غير من خلال هاد المقطع الصغير كيفاش لازم ان اني نبقى مركزة آآ الخدمة ديالي راسي خصو يبقى حاني على المرمى يعني ما كان هجش راسي نقدر نبقى بهاد آآ في هاد الوضعية المدة طويلة ربما ساعة او لاكثر يعني راه كيعاني والناس اللي كيخدون هاد اللي كيخدموا هاد المجال كيعانيوا من الام ديال الرقابات دهار عدة اشياء اللي ماشي سهلة فدك شعلاش كن نوجه رسالة لأي اخت آآ بغاد تدفع الخدمة النباتة طرازة سيدة كاتخدم الرانضة كروشي اي حرفة يدوية مليت مشين عند هديك السيدة تاخذ القطعة ديالك خوديها بحب وباحترام وشكريها آآ ما غاديش تشكريها على الخدمة اللي خدمت لك لانها ذكره واجب خدات عليه واحد لأجل ولكن غا تشكريها وباش فيها بس اللي طلبتين من هالمسامحة على التعب والجهد اللي اعطاعت لي عندها اكيد اكيد انه كي تطلب جهد كبير ديالي نوزلت ديالي كيما كتلاحظون عياه انا هنا تقريبا نقرب نكمل التعمار ديال المستطيل بالعقدة الفرنسية وكيما قلت لكم حتاجيت اني نستعمل في كل مستطيل ستا ديال الصفوف ديال العقدة كيبقى على حساب القياس اللي غادي تخدمو به نتوما ممكن تديرو اكتر ممكن اقل غير المسألة اللي بغيت نشير لها واحد تساؤل كي تطرح بكثرة واش دائما الحرار ديالنا الى تلاتة ديال الشعرات وثلاتة دلويات فماشي دائما ممكن تديرو اربعة ديال الشعرات وتديرو غير جوج دلويات ممكن تديرو نفس القياس اللي كنخدم به لانه صراحة كي اعطينا عقدة اللي هي اه صغيرة ومقادة وكي تجي حتى في المنظر ديالها زوينة بزاف خالتي العزاز لغزالة ديالي من بعد ما كملت الخدمة ديال العقدة الفرنسية على طول الرندا هذا هو الشكل النهائي اللي حصلنا عليه في الموديل ديال اليوم جلابة برندا رقيقة على جوج ديال الشعرات بالاضافة لعقيدات المعلم اولى الخياط في الوسط استعملنا ايضا طرز ديال العقدة الفرنسية او لليبواندونو في الجوانب ديال الرندا موديل اقل ما يمكن اني ننقل عليه موديل رائع وانيق رغم بساطة تطبيق دياله الا انه القصد يحسن واعجاب الكثير والعديد من الاخوات وما يكدبش عليكم انا بدوري عجبني هاد الموديل بزاف بزاف وكنت مني حتى انتم ما يعجبكم فالغزالة ديالي الى عجبكم الفيديو وعجبكم الموديل اللي طبقنا مع بعض خليوا لي اياه الاراء ديالكم في التعليقات وإلا كنتوا استفتوا من هاد الفيديو فما تبخلوش عليها بالضغط على زر الاعجاب ودائما الى كنتوا اول مرة تشاهدوا القناة مرحبا بكم ما ترددوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باللون الاحمر اشتراك سبسكرايب ابونيو كذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم اشعار بكل جديد شكرا ليكم مع السلامة